مرحبا أهلا وسهلا بكم بقضية جديدة على قناتي اليوم قضيتنا راح تكون من كندا عن طالب سعودي أو مبتعث سعودي هذه القضية راح تحسسكم بأنه هل الشرطة الكندية فعلا موجودة؟ يعني ما عرف شن شغولهم دائما الشرطة معرفة تكون مفهية تكون بغير عالم درجة أنه تحس أنه أوكي ممكن له شخص عادي ممكن يسوي أشياء أفضل منهم ويحقق أحسن منهم فإذا تدون تعرفون تفاصيل قضية اليوم وشنو صار مع هذا الطالب السعودي تابع فيديو النهاية حمزة الشريف هو طالب بالسنة الثالثة في قسم الهندسة الكيميائية حصل على منحة دراسية من شركة كيميائية في مملكة العربية السعودية وكانت هذه المنحة في كندا فحاليا راح أتكلم أكثر عن عائلته عائلته أصولها تعود لمدينة مكة المكرمة ويقيمون بحي المنارة في جدة حمزة لديه أربع شقيقات اللي نعرفه أنه اثنين منهم يعملون بمجال الطب ووحدة منهم اللي هي الليلة أستاذة جامعية ركزوا على شقيقة ليلى لأن راح نذكرها بالتحقيقات وهي أستاذة جامعية وبالنسبة لوالده فهو متخرج من إدارة الأعمال في ألمانيا يعني كعائلة مستواهم الدراسي أو الثقافي جدا عالي بالنسبة لوالده فكان متقاعد وكان يدير إقارات عائلية بجده المدينة المنورة وكان يعاني من مشاكل قلبية بالنسبة لحمزة فبعد حصوله على المنحة كان من المفترض أنه يسافر ما كان يوجد أي مشكلة بسفرة نهائيا لكن قبل سفرة حمزة كان يعرف خالد الدوسري اللي كلنا نعرف قضيته وأنه تورط بأشياء حسب كلامهم أنه يمتلك مواد كيميائية خطرة أو متفجرة فلهذا السبب تم الحكم عليه بالسجن المؤبد كلنا نعرف أنه هذه مو الحقيقة وأنه يوجد شيء غريب بقضيته واعتقد أنه أغلب يوتيورز تكلموا عن قضيته وأنه لازم أمريكا أو أي شيء أو أي شخص ممكن يساعده لكن لغاية الآن هو موجود بالسجن فهذا الشيء غريب بأنه حمزة وخالد الدوسري كانوا يعرفهم بعض بجده لكن بعد سفرهم أوكي فترقوا خالد توجه إلى أمريكا وحمزة توجه إلى كندا بالنسبة لحمزة فتوجه إلى مدينة راح أحط لكم اسم المدينة هنا راح أكتبه هذه المدينة بكندا تعتبر ثالث أخطر مدينة موجودة بكندا بسبب انتشار العصابات اللي التاجر بالممنوعات والأشياء الأخرى والاعتداءات والسرقات بشكل مطبيعي بهذه المنطقة لكن تخيلوا بهذه المنطقة يوجد أكثر من مئة مبتعث سعودي الشيء الغريب أنه وزارة التعليم العالي بالسعودية كانت تفضل هذه الجامعة كانت تقترحها على الطلاب فلهذا السبب كانوا يختاروها ويتوجهون إلى كندا بهذه المنطقة والمقاطعة على حسب كلام الناس اللي كانوا يعرفوه بكندا واللي كانوا يعرفوه حتى بالجامعة كانوا يقولون عنه بأنه هو إنسان جدا هادئ وخجول وكانوا يشوفوه يأما بالحرم الجامعي للدراسة يأما بالمناسبات الاجتماعية لاتحاد الطلبة السعوديين فهذه الأماكن اللي كان يتوجه لها كان ودود كان محبوب وكان يحب كرة القدم وما كان يمتلك أي أعداء وهذا الشي اللي صعب القضية إنه ما كان عنده أي عدو بالجامعة أو حتى خرج الجامعة كان هادئ كان يتجنب أي مشاكل وفي شتاء سنة 2011 بالتحديد 14 ديسمبر حمزة خرج من شقته لكن كان غير معلوم أين توجه وشنو كانت مخططاته بهذه الليلة حمزة لما خرج من شقته ترك كل شيء ترك هاتفه جواز سفره محفظته حتى بطاقاته البنكية كل شيء تركه بداخل منزله وخرج لكن كانوا يقولون بأن شريحة الهاتف كانت مفقودة وهذه هو الشيء الوحيد اللي انفقد هي الشريحة لكن هذا الشيء غير معروف هل هو صح أو لا لكن هذه الأشياء سمعتها من صحة في سعودي وكانت مقابلة معاه وتكلم بأن شريحة الهاتف الخاصة بحمزة اختفت وبعد خروج حمزة بهذه الليلة ما كان يوجد أي دليل على شخص أنه مثلا اقتحم الشقة أو محاولة اختطاف أو قتل أو أي شيء ما كان يوجد أي دليل عن مكان حمزة ولا حتى بدفت المذكراته أو مواعيده ما كان يوجد أي شيء يوصلهم لمكان حمزة بعد إعلان اختفاءه 50 باحث وفرق إنقاذ والبحرية الكندية بدأوا يبحثون لأن كانوا يعتقدون بأن حمزة سقط بالمياه بالنسبة لحمزة فما كان يمتلك لا سجل إجرامي ولا حتى مشاكل نفسية أو عقلية فما كان يوجد أي شيء أو أي إشارات من الممكن أن شخص يعتقد بأن حمزة هرب من المنزل أو حاول يختفي هذه الأشياء مستحيلة كان شخص عادي مرة أيام من اختفاءه وعائلته وحتى الشرطة فقدوا الأمل بأنهم ويعثرون على أي شيء كان الموضوع جدا صعب الشرطة بعد فترة بدأت تغير رأيها وبدأت تقول إنه أوكي من الممكن إنه حمزة هو اللي أنهى حياته عمداً وصقط بالمياه لكن لو أوكي من الممكن إنه هو انتحر لكن شنه هو الدليل ما كان يوجد أي جسد بالمياه نهائياً يعني من المفترض أنه بعد سقوط شخص ووفاته بالمياه بعد أيام قليلة يطفو الجسد وبعدها يتم كشف الجسد لكن هذا الشيء ما صار نهائياً ولم يتم إيجاد جسد حمزة وبعدها شقيقة ليلى اللي كانت تسكن بمدينة ثانية بكندا كانت مبتعثة من جامعة الملك عبد العزيز لدراسة الدكتورة في مجال الرياضيات التطبيقية فكانت ليلى على بعد ساعتين فقط طيران من مدينة حمزة وقالت إنه قبل يومين من اختفائه كان يكلمها على الهاتف وكان ينوي زيارتها بعد ست أيام بالتحديد بعد انتهاء اختباراته بوقتها مثل ما ذكرت ببداية الفيديو هو كان بالمرحلة الثالثة وبهذا الوقت كان وقت اختبارات لما كان يكلمها كان أول يوم اختبارات وهو اختفى قبل 24 ساعة من اختباره الثاني فأكيد المدرسة أو الجامعة سوري عرفت بموضوع اختفاءه بأنه من غير العادة أنه يختفي عن الاختبارات وما يتوجه للجامعة وبعدها اكتشفوا أنه هو مختفي وعائلتها حست بأنه أوكي ما اتصل عليهم وما كان يوجد أي خبر من حمزة تعرفوا أنه هو مختفي فيعني كل هذه الأشياء ومخططاتها المستقبلية يعني تأكد بأنه حمزة من المستحيل أنه ينهي حياته أو يفكر حتى بينها حياته ما كان يوجد أي شيء ممكن يوتره أوكي كان يحس بتوتر من الاختبارات وهذا الشيء كان جدا عادي لكن مو لدرجة أنه ينهي حياته بالأخص كان باقي سنة واحدة على التخرج تم نشر العديد من الإعلانات تم نشر صورته بكل مكان لكن بدون أي دليل والشرطة ما عثرت على أي شيء نهائيا بالنسبة لشقيقة ليلى فتوجهت إلى مدينة حمزة وكانت تساعد الشرطة وبعد مساعدتها للشرطة رجعت إلى المملكة العربية السعودية الشيء الوحيد اللي تم إيجاده بقضية حمزة أنه شخص يعمل بمحطة قطار قال بأنه شاف جاكية حمزة على سكة القطار وكان مرمي لكن لغاية الآن ما اكتشفت أنه هل فعلا هذا كان جاكية حمزة أو لا يعني الموضوع جدا محير الصحافة الكندية والصحافة الأجنبية كانوا يقولون بأنه أوكي هذا ممكن يكون ممكن يكون شاكية حمزة ومتهم الإعلان أو التأكيد على هذا الموضوع لغاية الآن غير معلوم أي شيء عن حمزة الشيء الغريب أنه بعض الصحف الكندية والأجنبية ذكرت بأنه تم إيجادة شاكية بالقرب من المياه لكن الصحف السعودية اللي من الممكن أني أثق بها أكثر قالت بأنه تم إيجادة على سكة القطار فحسوا أنه أنا راح أثق بالصحف السعودية أكثر لأنه كانوا مهتمين أكثر بالقضية والعائلة وظفت وكلفت محاملة حتى يتابع القضية لكن بدون أي جدوى لغاية هذا وقتنا وعائلتها لغاية هذا الوقت ما فقدت الأمل أنه حمزة من الممكن بيوم من الأيام رح يرجع لكن الشيء الوحيد اللي من الممكن حسسني أنه آه أوكي موضوع جدا غريب هو أنه خالد الدوسري تم اتهامه وتم وضعه بالسجن بسنة 2011 بشهر فبراير وحمزة اختفى بشهر ديسمبر يعني كان الوقت بينهم جدا قصير بنفس السنة شخص اختفى وشخص توجهه للسجن فهل يوجد بينهم رابط أو لا؟ صراحة ما أعرف لأن سبحان الله يعرفون بعض بجدة وبوطنهم وبعدها لما يتغربون ويتوجهون للدراسة شخص يختفي وشخص يتوجه للسجن تحسون الموضوع غريب أو لا؟ بالنسبة لي حسيتها غريب وطبعا حمزة هو مو أول ولا آخر شخص سعودي تعرض لهذه الأشياء بكندا في سنة 2021 تخيلوا قتل طالب سعودي يدعى محمد الدوبستي طبعا أتمنى دا أقول الاسم صح لكن هذا الخبر دا قرأ حاليا عمره عشرين سنة بكندا بعد تعرض لإعتداء من قبل شخص في إحدى الساحات العامة ساحة عامة تعرض للقتل محمد توجه إلى كندا قبل سنتيا من مقتله وكان يدرس هندسة ميكانيك وبوقتها كان يسكن مع خاله فتخيلوا أن الشرطة تواصلت مع خاله وخاله تواصل مع عائلته بأنه محمد توفى تم قتله تم القها القبوض على ثلاث أشخاص مشتبه بهم بعملية قتل محمد لكن لغاية الآن أعتقد أنه ما زالت القضية مستمرة ويبحثون بالموضوع لكن هذه هي الدراسة بكندا أعتقد الموضوع جدا مخيف بأنه يتم قتل الناس بصورة جدا اعتيادية يعني ما شنت منتبه نهائيا على القضايا بكندا فحاليا بديت أبحث أكثر وأكثر والقضايا جدا مزعجة بأنه طلع الموضوع حتى أسوأ من أمريكا يعني كنت أتكلم عن أمريكا بأنه هي أسوأ شرطة أسوأ مكان للعيش لكن حاليا أشوف كندا هي أخطر فبس هذه كانت قضايا اليوم فاكتبوا لي إذا عدكم أي قضية عربية صارت بدولة أجنبية فأكيد راح أبحث عنها أكثر وراح أشاركها إياكم فبس هذه كانت قضية اليوم وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر